السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اجتماعيات للصف الثالث الابتدائي لخصت فقط محافظة واسط طلبوها من عندي رادوا محافظة واسط لخصتهم بالكتاب بس رادوا بالورقة رادوا واسط وكربلاء وبابل فاليوم لخصت محافظة واسط فقط وان شاء الله راح ألخص بالفيديوهات اللي جاية أعدهم امتحان يلا عيني ما هو الموقع الجغرافي لمحافظة واسط الجواب تقع محافظة واسط في القسم الشرقي الأوسط من منطقة السهل الرسوبي ما هي تضاريس محافظة واسط تعد محافظة واسط جزءا من منطقة السهل الرسوبي وتتميز أغلب أقسامها بالانبساط إذ لا ترتفع أكثر من 25 متر فوق مستوى سطح البحر باستثناء المنطقة الشرقية سؤال على الليل يعد مناخ جزء من المناخ الصحراوي لأن طبعا مناخ بمحافظة واسط لأن محافظة واسط تقع ضمن المنطقة الشبه المدارية ما هو مناخ محافظة واسط تتميز بارتفاع درجات الحرارة صيفا ومعتدلة شتاءا أما أمطارها فتكون قليلة ومتذبذبة وتزداد كمية الأمطار في الأقسام الشرقية يلا يعني أخذوا لها صورة خاطر ننتقل لورقة اللغة وأنا بنزلتها يعني أخذت لها صور ومنزلت لها قناتي على التليجرام عدت المياه السطحية لمحافظة واسط أدنا نهر الدجلة نهر الدجيلة نهر الغراف ووجود العديد من الأهوار الدائمة والفصلية أهمها هور الشواجة هذن تعاريفين نهر الدجلة يعود نهر الدجلة الشرياني الحيوي للأنشطة الاقتصادية في المحافظة نهر الدجلة هو أحد فروع نهر الدجلة يتفرع من الجهة اليمنى لنهر الدجلة قبل سدة الكود أما نهر الغراف وهو أحد فروع نهر الدجلة يتفرع من الجهة اليمنى لنهر الدجلة قبل سدة الكود ويغذي النهر العديد من المشاريع الأروائية والأراضي الزراعية بين محافظتين واسط وذيقار هذه آخر ورقة علل لماذا سميت محافظة واسط بهذا الاسم لأن نسبة إلى مدينة واسط الأثرية التي تقع وسط العراق علل أمر الحجاج ابن يونسف الثقافي ببناء مدينة واسط عام 78 هجرية الجواب لتكون مقرا جديدا لجنوده ما هي أهم المعالم الحضارية والتاريخية في محافظة واسط مسجدها الجامع وقصرها الشامخ المعروف بالقبة ومدينة واسط الأثرية وتل النعمان وأثار النجمي هذا تلخيص محافظة واسط ثلاث صفحات إن شاء الله قلت لكم اللخص لكم باقي المحافظات اللي وصلتوني عليها هي محافظة بابل وكربلا وإن شاء الله التوفيق